بسم الله الرحمن الرحيم الطاقة مصادرها وأشكالها المصادر والأشكال المصادر والأشكال تحولات الطاقة تحولات الطاقة تحولات الطاقة لسن نمبر ثري الطاقة الحرارية حندرس الهيت انرجي سبيشيالي تعالوا نبدأ في لسن نمبر وان قلنا لسن نمبر وان مصادر الانرجي أو مصادر الطاقة وأشكال الطاقة هنا بيقول لي الكلام ده في المعاصر بيج ايتي فور بيقول لي نمبر وان معنى الانرجي او معنى الطاقة the meaning of energy نمبر تو حنتكلم على resources and forms of energy تمام؟ طيب هنا نمبر وان حيتكلم على the meaning of energy يعني ايه كلمة energy انا عايز اعرف يعني ايه energy يعني ايه طاقة بيقول لي ايه to know the meaning of energy you must know the meaning of work كلمتين دول يهموني energy وwork الطاقة والايه والشغل طب ايه علاقة الانرجي بالwork ايه علاقة الانرجي بالwork لا دول في بينهم great relation او direct relation في بينهم علاقة وطيضة جدا هقول لكم example يعني اه احنا لما بنبقى صايمين في رمضان كي لما انت بتبقى صايم في رمضان ومامتك تقول لك مثلا تعالى شيل اه البوكس ده شيل البوكس ده من هنا معلش يحطهولي هنا كي فانت تقول لها انا مش قادر انا ما عنديش طاقة كي انت بتقول انا مش قادر انا ما عنديش طاقة عشان انت صايم طيب يعني ايه ما عنديش طاقة ايه علاقة الطاقة بانك انت تشيل البوكس تحطه من هنا الهنا كي انك انت تشيل البوكس من هنا الهنا ده شغل ايه علاقة الطاقة بالشغل شفت بقى ان احنا ربطنا الطاقة بالشغل بشكل مباشر كده من غير ما نفهم من غير ما ندرس العلاقة شايفين في علاقة بين الانيرجي والوورد لان الانيرجي زي ما حنعرف بعد كده هي القدرة على بازل شغل انيرجي الديفنيشن بتاعها ايه هي القدرة على بازل شغل لو انت مقدرتش تعمل وورد يبقى انت ما عندكش انيرجي شايفين لو مقدرتش تعمل يبقى انت ما عندكش انيرجي طيب وإيه علاقة اننا طايم باننا ما عنديش انيرجي او ما عنديش طاقة ايوما هي الانيرجي بتيجي من الفود او احنا ليه اه عشان احنا بناكل الأكل اللي احنا بناكله عشان لما يتضم ويحصله احتراق في الخلايا ده بيبردوس ايه طاقة فبالتالي يبقى شفتوا الربط بقى بين الانيرجي والورك تقريبا هو حاجة واحدة انا لو ما عنديش انيرجي مش هقدر اعمل وورك طيب تاني نرجع مع بعض طيب تمام هنا بيقول لي وورك ايه بقى الورك ايه بقى الشغل when a force acts on a body to move a distance او بسميها displacement in the same direction of such force ايه بقى he said that work is done on such object يعني ايه الكلام ده بيقول لي when a force acts on a body لما تأثر قوة معينة على object او جسمه معين to move a distance هي دي the conditions اللي عندي خلوا بالكو عشان نقول ان فيه وورك عشان نقول ان فيه وورك يبقى انا عندي three conditions اول حاجة force acts on the body في قوة بتأثر على الجسم اوكي the second condition ايه move a distance او displacement تخلي force دي تخلي الobject ده يتحرك distance معينة او displacement معينة والthird condition ايه ان هي تبقى ايه displacement دي او الحركة دي او الازاحة دي in the same direction of the force تبقى في نفس اتجاه الفورس displacement تبقى in the same direction of the force دلوقتي اقدر اقول ايه it is said that work is done on the object الوقتي اقدر اقول ان فيه شغل مبزول على الجسم work is done on such object اوكي تاني تاني عشان اقول ان فيه وورك يبقى انا عندي three conditions number one force act on a body اوكي number two this body move a distance or displacement number three in the same direction of the force دلوقتي انا اقدر اقول ان فيه work is done on such object اوكي وجايب لي هنا صورتين two pictures في الاولانية الولد دا بيعمل force اوكي الفورس بتعمل displacement in the same direction of force اوكي يعني الولد بيزق العربة دي بتاعت الحديقة في الاتجاه ده في اتجاه السهم الاحمر اوكي طيب والdisplacement بتحصل في اتجاه السهم الاحمر اوكي اوكي هل يترى الول حصل لها displacement او move a distance اتحركت من مكانها لا هو مقدرش يحرك الول اكي يبقى second condition ما تحققش يبقى بالرغم ان الولد هنا بيعمل force على الول لكن طالما ان ما فيش displacement in the same direction of the force يبقى اذا ايه there is no work done on the object هنا ما قدرش اقول ان الولد عمل work على الايه على الول هنا ما فيش شغل مبزول اكي لان second condition ما تحققش فيه force تمام لكن ما فيش displacement اكي يبقى هنا بيقول لي when the displacement increase the work done increase لو displacement زادت اكي ده معنى ان الwork done increase برضو الwork زاد اكي كل ما displacement حصل لها increasing يبقى الwork حصل له ايه increasing اكي طيب بيقول لي بيقول لي when a person affect a wall by a force it can't do a work اكي بالرغم انه هو بيعمل force it can't do a work هو ما بيعمل شغل give reason give reason هقول له a because the displacement equal zero ما حصلش في displacement اكي second condition ما تحقاش because the displacement equal zero okay يبقى انا اقدر استنتج الرول بتاع الwork okay بيقول لي هنا the work ومتدي له assemble w equal force ومتديها assemble f by multiplied by displacement ومتديها assemble d يعني اقدر اقول ان w equal f by d okay w equal f by d okay والrule ده انا جبته منين من definition او من conditions اللي عندي طيب عايز اعرف measuring units work measuring units بتاعته اسمها jool حد هيقول لي يعني ايه jool ده طبعا اسم العالم اللي ايه اللي اكتشف الwork او العمل الرول ده okay زي ما فيه عالم اسمه what عالم اسمه faraday كده يعني okay يبقى work unit بتاعته jool الفورس اليونت بتاعته النيوتن okay displacement لازم تبقى بالميتر okay يبقى الجول equal newton by meter okay يعني لما اجي افك الجول هقول انه هو equal newton by meter تمام اه طبعا اه طبعا اه طبعا هو عمل لي هنا التوريانج الشهير اللي انا بعمله في اي رول حط الw فوق والf by d تحت okay لو انا عايز الw يطلع الf by d لو انا عايز الd احط ايدي على d اخبي يطلع الw فوق والf تحت يعني w divided by او divided f okay لو عايز الf احط ايدي على f يطلع الw فوق divide by d okay انا عرفت ايه الرول بتاعي هنا بيقول ايه the measuring unit of the work is the jool كلام ده قلناها قبل كده مديني problem calculate the work done when a force of 65 newton هكتب عليها على طول ان دي الf طيب اتشك كده الunits بتاعتي طبعا ساعات بيبقى في problem شكلها سهل okay وانه هي تطبيق مباشر في الرول اللي عندي okay لكن بيبقى اللعب في l-units لازم ما بصش على numbers بس لازم ابص على unit اشوف هي عايزة تتظبط ولا لا okay طب هنا مديلي ال-f 65 newton اه طبعا تمام والunit بتاعتها تمام acted on a body to move it to a to a distance of 10 meters okay ومدي دي displacement اللي هي d والunit بتاعتها الميتر اه okay تمام in the direction of the force طبعا هو بيديني ال-condition التالت عشان اقدر اقول ان في work done okay يبقى بيقول لي هنا work ومديني two conditions عشان ايه يتحقق اه ال-work okay بيديني ال-f واي اللي ان في displacement واي اللي ان هي in the direction of the force وده ايه third condition هعود طبعا في الرول تعويض مباشر w equal f by d equal 65 by 10 اطلع لي 650 جولز وما نساش هكتب اليونت 650 جولز تمام طيب بيقول لي بقى ال-energy اقدر دلوقتي اقول ان ال-energy it is the ability to do work ده الكلام اللي انا قلته لكو قبل كده ال-energy الطاقة هي القدرة على بزل شغل لو انت مقدرت تشتبز الشغل يبقى انت ما عندك طاقة okay يبقى ال-energy it is the ability to do work or to make a change او هي ايه برضو القدرة على التغيير القدرة على احداث تغيير ممكن تقول it is the ability to make a change تمام هنا the measuring unit of energy is joule واحدة القياس ال-energy هي الجول اذا يبقى احنا وصلنا هنا ان ال-energy هي تقريبا ال-work ال-energy هي ال-work الم- measuring unit بتاعة ال-work هي ايه الجول وبردو الم- measuring unit of energy is the joule يبقى ال-energy هي ال-work okay type examples okay number one combustion of fuel in the car engine is an example of energy that enables the car to move يعني to do work okay يعني احتراء الوقود في ال-engine بتاع العربية او المحرك combustion of fuel in the car work بتخلي الجسم بتخلي الجسم يعمل ايه various activities النشاطات المختلفة and to do work وانه هو يعمل شغل احنا وصلنا من ال-energy هي تقريبا ال-work اكي طيب هنا بيقول to move وفي حالة human body او living organism بتخلي living organisms carry out various activity and do work okay تعالوا نشوف هو كاتب ايه بيقولي because burning each of them يولد energy طاقة بتخلي الكار تتحرك بتخلي living organisms able to do work يقدر يبزل الشغل تمام طيب هنا في بيج 86 بتكلم number two resources and forms of energy مصادر واشكال ال-energy resources and forms of energy okay تعالوا الاول نشوف ايه resources of energy ايه مصادر الطاقة في حياتنا تعالوا نفكر كده resources of energy number one اهم واكبر مصدر لل-energy في حياتنا number one the sun the sun ايه الشمس وبيسموها ايه mother of all energies امك ام كل الطاقات اكي the sun اكي كتب لي permanent resource يعني ايه permanent resource يعني مصدر دائم اكي ما بصحاش في يوم الاقي ال-sun مش موجودة او او ممكن تبقى مثلا ايه محجوبة شوية بال-cloud او او كده لكن هي permanent resource مصدر طاق دائم اكي يبقى number one من ال-resources المصادر number one the sun خلو والكو دي مش form of energy لا دي resource of energy المصادر اللي انا باخد منها number one the sun number two wind الرياح يبقى number one the sun number two wind اكي دي ايه المصادر الطبيعية اوكي number three fuel اوكي fuel يعني ايه important resource of energy الحقيقة مصدر اه مهم جدا للانيرجي اكي بالرغم انه هو اه pollute the environment من بيلوث البيئة ولكنه لغاية دلوقتي اه important resource of energy اكي يبقى number three fuel ليه burning of fuel produce energy burning of fuel produce energy اكي وهنا ال sun ممكن ايه اخد منها electric energy اكي heat energy اكي light energy اكي طيب electric energy زي في في ال solar cell اكي طيب وهيت energy هي حقيقة مصدر مباشر للهيت هي اللي بتدفينا اه ايه تاني light energy مصدر مهم للاضاءة اه بالنسبة لنا اكي طيب ال wind باخد منها electric energy عن طريق ال wind ميلر اكي طواحين الهوى تمام طيب number four الفود اكي بالنسبة لنا احنا ايه بقى great source of energy resource of energy الفود احنا بالنسبة لأكسامنا المصدر الاساسي هو ايه الفود ليه combustion of food او combustion of digested food produce energy in our bodies اكي combustion of digested food produce energy in our bodies اكي فالفود يعتبر ايه resource of energy number five movement of water such as in waterfalls حركة الحقيقة حركة الووتر دي تعتبر resource of energy اكي لان انا بستغلها وباقيه بولد electric energy اكي اه زي في ايه في ال power station محطات الكهرباء اكي زي عندنا الهايدام في أسوان السد العالي هو عبارة عن إيه بستغل موفمينت أوف ووتر تو إيه تو بروديوز إلكتريسيتي يعني إلكتريك تمام يبقى موفمينت أوف ووتر الشلالات تمام نمبر سيكس نيوكليار ري اكشنز الحقيقة التفاعلات النووية نيوكليار ري اكشنز هي إيه important resource of energy بالرغم إن هي very dangerous هي الحقيقة خطر جدا وليها side effect أو negative effects كبيرة جدا لكن هي تعتبر great resource of energy نيوكليار ري اكشنز التفاعلات النووية تمام طيب إحنا دلوقتي تكلمنا على resources of energy مصادر الانيرجي حنتكلم على forms of energy أشكال الانيرجي أشكال الطاقة تمام طيب إحنا دلوقتي في page 87 حنتكلم على forms of energy أشكال الطاقة forms of energy number one mechanical energy mechanical energy يعني إيه الطاقة الحركية mechanical energy أو بنسميها الطاقة الميكانيكية أوكي هي الطاقة الميكانيكية أوكي mechanical energy وهي دي عبارة عن إيه عبارة عن potential energy plus kinetic energy لازم تعرفوا الحكاية دي كويس هندرسها بالتفصيل وإن شاء الله هتكون سهلة يبقى mechanical energy الطاقة الميكانيكية mechanical energy دي عبارة عن potential energy طاقة وضع يعني إيه potential energy يعني طاقة وضع plus kinetic energy طاقة حركة kinetic energy يعني طاقة حركة أوكي هاديكو كده لمحة بسيطة أي جسم عشان يحصله mechanical energy لازم يبقى فيه potential energy بتتحول لكايناتك energy تمام لازم يبقى عندي potential energy طاقة وضع وبعد كده potential energy دي تتحول لكايناتك energy طاقة حركة تمام يبقى دلوقتي احنا نعرف أن mechanical energy هي عبارة عن potential energy plus kinetic energy طب زي ايه example as the energy stored in the in the stretched spring عارفين اللي هو اللي بيسمو ايه spring اللي هو زي السوستة كده أو الياي أو بيسموها زي في الايه في اللعب بتاعت الاطفال اللي بنقعد نلف كده الزنبالك وطول ما أنا بلفي أنا بخزن potential energy بخزن بعمل ايه stored potential energy stored potential energy أول ما سيب ايدي اللعبة اللي عندي اتحركت يعني ايه اتحركت يعني potential energy اللي أنا عملت لها stored عملت لها تحولت كاينتك انيرجي تمام والاتنين على بعض أسميهم ايه أسميهم mechanical energy أوكي آآ تاني حاجة ايه الووتر فولز الووتر فولز دي عبارة عن ايه كاينتك انيرجي بتتحول potential energy أوكي تمام طيب تاني mechanical energy هي عبارة عن potential energy plus kinetic energy ودي as the energy stored in a stretched spring أو الووتر فولز اكي طب تعالوا نتكلم على the second form of energy اكي light energy طاقة ضوئية اكي دي طبعا سهلة اي حاجة بتطلع لي light تبقى هي source of light energy light energy as the energy produced from خلوا بالكم من كلمة produced from يعني النتجة من اكي عشان كل حاجة حنقولها هي بتعمل transform to two forms of energy يعني ايه يعني بتحول ال energy from one form to another form ازاي يعني هنا بيقول لي electric lamp انا دلوقتي بتكلم على light energy electric lamp ده بيدخلوا electric energy تمام وبيخرج منه light energy فلازم احدد الوقتي انا لما اقول light energy لازم اقول produced from اللي بتطلع من produced from the electric lamp لك لو قلت electric lamp كده وسكت يبقى غلط طب electric lamp electric lamp بيشتغل بال electric energy يعني يعني اللامبة اللي عندنا في البيت بتاخد electric energy لو انا ما وصلت لهاش electricity طيار كهربي مش هتطلع light energy يبقى هي بتاخد electric energy وبتطلع light energy فلازم اقول produced from خلاص طيب وتاني برضو light energy زي energy produced from kerosene lamp او الايل lamp الكيروسين lamp ده بياخد chemical energy طبعا الايل ده عبارة عن chemical energy لما بيحصل له combustion بيتحرق بيتحول لlight energy فبردو لازم اقول produced from kerosene lamp لان الكيروسين بيحول من ايه من chemical energy stored in the oil طاقة كيميائية مخزنة في ال oil chemical energy stored in the oil وبعدين بيحولها للايت energy تمام طيب number three بيقول sound energy اي حاجة بتطلع sound يبقى هي بتطلع sound energy وبردو لازم اقول produced from لان اي آلة عندي بتطلع sound energy هي بتاخد شكل تاني من energy اكي بتاخد another form زي ايه لما اقول ايه loudspeakers او بس loudspeaker بياخد sound energy وبيطلع sound energy بس ايه اه متكبرة اكي طيب لكن produced from loudspeaker طيب عندي ايه instrument الاجهزة او الالات الموسيقية musical instruments اكي اي حاجة بقى موسيقية البيانو اه الراديو الحاجات دي يعني مثلا لو عندي اي حاجة بتطلع sound energy مثلا الراديو بياخد electric energy وبيطلع sound energy اكي طيب فلازم اقول produced from اكي الجتار مثلا الجتار بياخد mechanical energy جاية من حركة صوابعي mechanical energy طاقة حركية ايه او kinetic energy وبيحولها الايه لل sound energy فلازم اقول produced from musical instruments اكي او loudspeakers اكي طيب number four electric energy as the energy produced from wind generator اوكي مولدات الرياح wind generator لازم اقول produced from لكن عشان wind generators المولدات اللي بتعمل بتعمل بالرياح دي بتاخد ايه بتاخد wind energy بتاخد طاقة رياح اللي هي mechanical energy طاقة اعتبر حركية وبتحولها الايه electric energy تمام فلازم اقول ان electric energy produced from خارجة من wind generator اكي طيب solar cell الخلايا الشمسية اكي الخلايا الشمسية دي بتاخد بسميها solar energy اكي solar energy دي عبارة عن ايه عبارة عن heat energy و light energy solar energy يعني الطاقة الشمسية دي عبارة عن heat energy وايه و light energy solar cell دي بقى بتاخد solar energy وتخرج لنا ايه وتطلع لنا electric energy اكي طاقة كهربية فعشان كده لازم اقول electric energy produced from solar cell تمام number five chemical energy طاقة الكيميائية اي حاجة فيها مركب كيميائي اكي وبعد كده بتحول ل another form فهي ايه chemical energy as energy stored in خلي بالنا هنا قال لي stored in ما قاليش produced from زي الحاجات اللي فاتت تمام هنا قال لي ايه stored in chemical energy stored in food اكي ما قاليش produced from لاني لو قال لي produced from لا بعد ما الفود بيحصل له combustion بيطلع لي ايه mechanical energy اكي طاقة حركية تمام لكن انا بتكلم على chemical energy انا دلوقتي بتكلم على ايه بتكلم على chemical energy طاقة الكيميائية يبقى هي stored in stored in food stored in car battery عارفين بطاريات العربية او البطارية الجفة او يام الكار بطاري يام هما الاتنين فيهم stored chemical energy تالت حاجة الفيول الفيول لما الفيول ازاي بيطلع لي heat energy لما بيحصل لكم combustion اكي لان هو اساسا في stored chemical energy خلوا بالكو احنا بعد كده هناخد low of energy قانون الطاقة يعني ايه low of energy ال energy ما بتجيش من الهوى اكي ال energy ممكن يحصل لها transformation تتحول from one form to another من صورة لصورة تانية لكن مدامنا يعني مدامنا انتكت energy دي انا واخداها من another energy خلوا بالكو هناخد اللو بيقول ان ال energy ما بتجيش من العدم ما بتجيش من العدم لكن بتتحول from one form to another تمام يبقى ربنا خلق لنا الفود ده في stored chemical energy بعد كده احنا بقى بتحرق في اجسامنا يحصل وبيولد ايه mechanical energy او اي ايه form تانية كاي هي جواها الحاجات الكيميائية بتاعتها كاي اللي هي الكابرييت وال وال والزينك والحاجات دي دي حاجات ربنا خلقها فيها chemical energy stored in it بعد كده احنا بنحولها ل another form كاي الفيول الفيول كده احنا بنلاقيه تحت الارض سواء بتروليوم كاي بتروليوم او cool او natural gas مش هي الحاجات دي الفيول البتروليوم او وال gas او natural gas وال cool دي الحاجات انا بلاقيها تحت سطح الارض دي فيها stored chemical energy كاي جاية منين stored chemical energy جاية من اجسام او dead bodies كاي جاية من تحلل الايه الاكسام الميتة اوكي ولو لفينا بقى هنقول ان دي جايبها منين هنقول جايبها من الفود والفود جايبها منين والفود جايبها اوكي من ايه الميتة أيه الميتة من ايه الميتة او awards الجايبها من من اوكي في احنا لو ماشينا في الiso الان لدي حنلاقي كل جاي من ان جاي تانية هي الحقيقة لا من العدم كاي وحنشوف كده في اللو أوف انرجي ثاني يبقى الكاميكال انرجي دي ستورد ان فود كارباتري فيويل تمام نمبر سيكس هيت انرجي دي بقى دي خارجة من هيت انرجي بروديوست فرام هيتر طب لو بصينا الهيتر الهيتر ده بياخد وبيخارج تمام الاوفن الجاز كوكر ده بياخد كاميكال انرجي بياخد كاميكال انرجي بيخارج ايه هيت انرجي طب البرنينج احتراق الخشب طيب برضو الخشب فيه كاميكال انرجي اكي وبعد ما بيتحرق بيديني ايه هيت انرجي فانا لما اتكلم على الهيت انرجي اقول ايه بروديوست فرام المنتجة من او الخارجة من الهيتر والاوفن والبيرنج او فود لانه هما دخل لهم another form of انرجي فلازم احدد انا باتكلم على الهيت انرجي يبقى بروديوست فرام هيتر اوفن بيرنج او فود اكي ايه ايه تايب نامبر سيفن بيقول لي نيوكليار انرجي اكي اسمها ايه نيوكليار انرجي يعني الطاقة النووية نيوكليار انرجي ودي برضو بروديوست from the reactions in the nucleus of an atom اكي لو حصل reactions inside inside nucleus دي بتبقى خطيرة جدا جدا وبتديني ايه نيوكليار انرجي اكي دي ممكن استخدمها في ايه اه في الاغراض السلمية او في الاغراض التدميرية اكي يعني فالنيوكليار انرجي دي very dangerous form of energy very dangerous form of energy اكي بروديوست from the reactions inside او in the nucleus of an atom اكي بتحصل جوال nucleus of an atom هنا بيقول give reason the developed countries دول المتقدمة the developed countries aim to use the solar energy او or energy reduced from the sun ايه برضو wind energy and the movement of water more than before بنلاقي دلوقتي developed countries متجهة لل natural energy بسميها ايه اشكال او صور الطاقة الطبيعية يبقى the developed countries aim to use the solar energy وال wind energy and the movement of water more than before اكتر من الاول اكي ان هما لقوا لما استخدموا الفيول وال natural جاز والكول حاجات كلها لا ان هي بتعمل pollution to the environment اكي بتعمل ايه تلوص خلاص تاني حاجة الحقيقة developed countries بتدفع مبالغ كبيرة جدا جدا لمثلا زي ايه الدول الخليج عشان تشتري منها البترول اكي فبتدفع يعني لقيت دول متقدمة لقوا ان هما السبب الاساسي لانتعاش واقتصاد الدول العربية فحيا فكروا ان هما يتجوا لايه لتشيب resources of energy عملين يفكروا عشان ايه اه يلاقوا مصادر رخيصة للطاقة اكي هنا كتب لي because they are cheap resources of energy and don't pollute the environment في نفس الوقت ما بتلوسش البيئة اكي يبقى ليه because they are cheap resources of energy the number one مصادر رخيصة للطاقة cheap resources of energy and don't pollute the environment تاني حاجة ما بتلوسش البيئة يبقى تاني the developed countries aim to use the solar energy wind energy and movement of water more than before ليه because they are cheap resources of energy مصادر رخيصة للطاقة number two they don't pollute the environment مش بتلوس البيئة طيب بيقولي now we will study the potential energy kinetic energy and the mechanical energy as forms of energy الحقيقة هنحخلي الدرس ده المرة الجاية عشان ده عايز تركيز هو مش صعب حقيقة فيش حاجة صعبة لما الإنسان يفهمها فيش حاجة صعبة at all بحبش كلمة إن في حاجة صعبة أي حاجة الإنسان يفهمها ما بتبقاش صعبة فهنحخلي المرة الجاية هو عايز تركيز شوية مرة جاية حكالي مع potential energy طاقة الوضع kinetic energy طاقة الحركة والmechanical energy اللي هي عبارة عن sum of them mechanical energy equal kinetic energy plus potential energy تمام آه تمانياتي ليكم بالتوفيق آه ذكروا الدرس ده كويس عشان تعرفوا يعني ايه energy آه لو عجبكم الشرح ده اعملوا like subscribe و share عشان آه ننفع اكبر عدد من زميلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة